اشتركوا في القناة 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 او لمرسومة مباشرة على الوراق يعني عندنا النموذج مرسوم فقط نتبعه للطرس ديال الرسمة اللي عندنا في الصورة الاصلية وكنحصله للنموذج اللي احنا بغيره اكيد غدي يكون عندي بعض الاخطاء في الرشمال لان كما قلت لكم كانت تبع على نموذج اللي هو مخدوم ماشي مشكلة من بعد مما نسالي الطرساج ديال الرسمة غدي نحاول نقوم بالتعديلات اللي يبغيث كما كتلاحظوا حصلنا لنموذج اولي او لنسخه طبق الاصل من الوراق اللي بغينا نخدمه ان شاء الله غدي نحاول انني نصحح الاخطاء اللي عندي او لنعود بالقلم الراسط على الرشمال بشكل واضح وفي نفس الوقت نقوم بالتعديلات اللي انا بغيت يعني مثلا نكبر الوريقات او لن نصغر الوراق على حسب ذاك شي اللي انا بغيت نقوم به هادا اخوات فيما يخص الرسمة ديالنا الوراق في حالة ما يلا بغينا نرسموها على التوب مباشرة خصوصا الاخوات المبتدئات اللي متبعين معي الدروس اللي كننزل في القناة ولي كيبغيوا يديروا تطبيقات ديالهم كيفاش يقدروا يرسموه مباشرة للتوب اول حاجة اخوات اللي غدي نصحكم بها بالنسبة الاخوات المبتدئات اللي يلا كيتعلمو ما التعلموش نهائيا في توب اللي كيتجبد او لا توب اللي كيتتيره حاولوا انكم تاخدوا فقط توب ديال الخات يعني البوبلين ثمان ديالورا هرخيس ما غاليش فقط عشرين درهم ملمتر ممكن تاخدوه غير بعم متر اراه كافيكو كي ما كتلاحظو التوب شفاف يعني من بعد ما كنحطوه على الشاشة ديال التليفون كيبالي او لكتبالي الرشمة ديالي واضحة يعني نقدر اني نرسم الرشمة ديالي بكل سهولة ما كنخطأش نهائيا اذا كنتبت توب ديالي مزيان بقى شاد بيدي توب من الجوانب باش كيبقى لي التوب ثابت وكنحاول اني نعود على الرشمة ديالي كاملة هكا كتكون عندي الرشمة واضحة يعني ما كنحتاش اني نستعمل لا البابي كربون ولا حتى حاجة مباشرة لتوب غادي نرسم نتمنى اخوات ان الفكرة تكون واضحة هذا بالنسبة الاخوات اللي ما كيعرفوش يرسموا الاخوات اللي مبتدئات بالنسبة السيدة اللي عندهم تجربة وعندهم خبرة ويقدروا يرسموا الرشمة ديالهم ره ممكن انهم فقط يشاهدوا الرشمة على التليفون ويخدموا الورق بوحديته كنظن ان الاخوات المبتدئات ما غايبقاش عندهم نهائيا عدر كيفاش يحصلوا على الرشمات ديالهم ممكن انكم تاخدوا اي رشمة موجودة عندكم في الهواتف ترسموها وتبدو تطبيق ديالها وايضا تبدو تتعلمو الترزربات اذا كما كتلاحظوا انا غادي نحاول ما نتراسيش الرشمة ديالي كاملة فقط باش نبيل لكم الشكل اللي غادي نحصل عليه لانه سبق لي وطراسيت هاد الرشمة هادي او لهاد النموذج غادي نحاول نتراسي الرشمة ديالي كاملة ومن بعد ممكن تقوموا بالتعديلات ايضا اللي بغيتو من بعد ما ديرو التوب ديالكم في المرمى غادي تحاول انكم تعاودوا على الرشمة ديالكم باش يبال لكم التراساج مزيان اذا تقريبا بهاد الطريقة غادي نكون سالية الرشمة ديالي كيما قلت لكم انا غادي نحاول ما نرسمش الرشمة ديالي كاملة فقط غير باش نوضح لكم الشكل اللي غادي نحصل عليه اذا هذي هي نتيجة كيما كتلاحظوا من بعد ما ندير التوب ديالي في المرمى ممكن نعود عليها باش تباليها بشكل اوضح هدا فيما يخص الطريق اللي كنرسم بها النماذج الصغيرة على التوب ان شاء الله هذا بغادي نشوف مع بعض كيفش نخرج الرشمة ديالي على شكل كبير كيما كتلاحظوا هذي هي النتيجة اللي حصلت عليها وهي النتيجة ان شاء الله اللي غادي نخدموها مع بعض بنفس الطريقة اللي اولى بنفس التقنية اللي مخدوم بها النموذج الاصلي يعني طرز الرباطي المنفوخ حبيبتي من بعد ما كملت الرسم ديال النموذج الاولي اللي غادي نطبقوا ان شاء الله مع بعض بالاعتماد على طرز الرباطي منفوخ او لطرز الرباطي بومبي حصلت الى نسخة طبق الاصل من الصورة لرسلات لي المتتبعة انا غادي نستغل الفرصة ونحاول نعلمكم او لا نشارك معكم التقنية اللي ممكن انتوما بنفسكم تصمموا بها رشمات او لا تبتكروا بها رشمات على حسب الشكل اللي انتوما بغيتو ايضا على حسب القطعة اللي بغيتو تطبقوا فيها هذا الرشم انطلاقا من هاد النموذج اللي هو صغير ووردة بسيطة غادي نقدر نبتكر او لا نصمم عدة رشمات على حسب ذاك شي اللي انا بغيت وش مثلا نرشم القفطان او لرشم الجلابة كيفما ممكن ايضا اناني نرسم سلطة اللي نخدم في الهبطات ديال القفطان يعني سلطة اللي غادي تكون على شكل طولي انا اللي كانت حكم في الرشم فقط غادي نحتاج لهذا الرشم اللي هي صغيرة وغادي نحتاج الورق العادي يعني غادي نطبع الرشم ديالي بدون الاعتماد لا للبابيكاربون او لا على ورق الانصخ فقط النموذج الاولي وورقة عادية وغادي نرسم رشم اللي غادي تكون على شكل طولي اللي تقدروا تخدموها مثلا في الصدر ديال جلابة الصورة اللي كانت رسلت لي المتتبئة كانت عبارة على ما اضن على رشم ديال القفطان كانت فيها ربما ثلاثة ديال الوريدات يعني كتكون مثلا عندنا وردة الفوق وجوش ديال الوريدات من اللي تحت وكي بقاننا في النهاية ممكن ديروا عريشات او لوريقات او لدك شي اللي بغين انا هنا ان شاء الله اخوات غادي نحاول نوريكم كيفاش ترسموا الرشم كما كتلاحظوا غادي نقلب الرشم ديالي الى الظهر لان الظهر ديال الرشم ديالي انا رسمته فيه القلم الرصاص اللي غادي يساعد انه يطبع لي الرشم على الورقة الثانية كما كتلاحظوا راه كي بلية نموذج ديال الرشم في الظهر او لف الخلف ديال الورقة كان اعتمد فقط على هاداك لاتراس وكان اعود الرشم ديالي حتى لما بليش اخوات لاتراس ديال القلم الرصاص فكي بقى يبقى يبلية الحدود ديال الرشم في الورقة الثانية اللي من بعد غادي نعود عليها وهكا كنرسم نفس الرشم نفس الوردة بدون اي اخطأ اذا كما كتلاحظوا غادي نحاول انني انتراسي الوردة ديالي كاملة في الظهر ديال الورقة هكا غادي تطبع لي من امام ديال الورقة الثانية او غادي تحدد لي لطراس ديال الورقة باش من بعد كي يسهل علي الرشم كي ما قلت لكم هاد طريقة بالنسبة لاخوات لدي ما كيعرفوش انهم يرسموك امظن ان ما بقال لهم حتى حجة باش ما يتقلموش للرسم ديال الرشمات او ليقلبوا على الطريقة اللي حصلوا بها الى الرشمات يعتمدوا فقط على هاد تقنية فاش كنا نبغيو نرسمو الخرائط خاصة في الجغرافية وكان قدم تحيير جميع الاساسي فكان كيكون ان الرسم ديال الخرائط كنت دائما كان اعتمد الى هاد تقنية باش نطبع الرسمات ديالي او للخرائط ديالي في الدفتر اذا كي ما كتلاحظو ربما ما غاديش تكون صورة واضحة لكم زيان مع تصوير انا هنا رأي كي بلية تحديد ديال الرشمات كي بلية بعد لا تراس من الرشمات اللي انا تراسيت غادي نحاول فقط نعود عليها بالقلم ديال الرصاص ومن الاحسن اخوات تعتمدوا دائما في الرسم ديالكم على قلم الرصاص ماشي الى ستيلو باش حتيلا غلطتوك تقدرو انكم تصحو يعني هاديك الرشمات فقط غوما غادي تمسحوا الاخطاء اللي عندكم وتوليو وترسموه بشكل صحيح اذا بها الطريقة اخوات غادي نحدد الرشمات ديالي اللولا كنحاول انني انتراسي جميع الرشمات اللي عندي ما نخلي حتى شي جزء باش هكا يكون عندي الرشم بشكل صحيح الاخوات اللي كي ارفو يرسموه ما كان ضنش انهم غيحتاجوا لهذا الطريقين اني فقط غادي حطوا النموذج ديالهم قدامهم وغادي يبقى وينقلوه على الورقة حتى غادي حصلوه الى الشكل اللي هما بغاوا هادي كفكرة فقط الاخوات المبتدئات الاخوات اللي كي سنوني دائما كيفاش يقدروا ياخدوا الرشمات نتمنى ان شاء الله ان هاد الفكرة تكون نالت اعجابكم موذج ديالها كيف مرسلات هاد المتتبع اللي كنقدم ليها التحية وان شاء الله نخدموها مع بعض اذا تقريبا انا كملت هنا الترساج ديال الرشم ديالي غادي تلاحظوا انه ما غاديش يكون عندي نهائيا فرق ما بين الرسمة الاصلية والرسمة اللي طبعت فقط نحاول اني نعود بالقلم ديال الرصاص كيما كتلاحظوا ارسمت اول وردة بنفس طريقة اخوات اللي ارسمت بها الوردة اللولى غادي نرسم وردة تانية غادي نحاول نقول لي نقلب الورقة ديالي الى الظهر باش نحصل الى الرشمة في الاتجاه الاخر او الاتجاه المعاكس نرسم نفس الرشمة بنفس الطريقة وغادي نرجع لكم باش نكملوا البقية ديال التطبيق مع بعض اشتركوا في القناة اذا اخواتي من بعد ما رسمت الوردة هذا هو الشكل اللي كان حصل عليه حاولت فقط نعود عليهم بالقلم باش يبنوا لكم بشكل اوضح ممكن انكم تكتفيوا بهذا القادر كيفما ممكن انكم تزيدوا الضيفوء وردة اخرى او لا اكثر على حسب الشكل ديال الرشمة كيفاش بغيتوا تحصلوا عليه وايضا على حسب القياس ديالها يعني واش بغيتوا الرشمة طويلة او لا قصيرة انتم اللي كانت تحكموا في الشكل ديال الرشمة دابا غادي ندوزوا باش نكملوا التطبيق ديال البقية ممكن نعتمد على قطعة ديال الورقة غادي نستعمل نفس الطريقة اللي رسمت بها الوردة نرسم مثلا عريشات نرسم وريقات ونبدأ ننزل هادوك النماديج ديالي الورقة اللي كان نرسم ونطبع فين ما بغيت حتى نحصل على النموذج اللي أنا بغيته في النهاية أنا ما غاديش نستعمل هاد طريقة وغادي نرسم مباشرة على الورقة غادي نوريكم كيفاش غادي نقدر ندمج ما بين الوردة اللولة والوردة الثانية حتى نحصل على واحد الرشمة على شكل باقة ديال الظهور او لابوكي دو فلو غادي نعتمد على عريشات اللي هم صغر وايضا على وريقات حاجة مهمة اخوات اللي بغيت نشير لها كي يجيوني عدة تعليقات من عند متتبعات اما بغينا رشمات ديال الطرز او لابغينا رشمات ديال الطنبات هادي واحد المسألة اللي كان اكد عليها دائما اخوات ما كينين شرشمات خاصة بالطرز ورشمات خاصة بالطنبات او لرشمات خاصة بالجلابة ورشمات خاصة بالقفطان لا نفس الرشمة نقدر نخدمها بالطرز نقدر نخدمها بالطنبات كيف ممكن انني نخدمها على جلابة او لقفطان هاد الرشمة اخوات اللي غادي نشارك معاكم ان شاء الله اللي كان نرسم لكم ممكن انكم تخدموها في جلابة كيفما ممكن ايضا انا نخدموها في قندورة او لا واحد تونيك ديال بنيتة صغيرة ممكن نطبقها في اي حاجة انا بغيتها كيفما كتلاحظو اخوات غديبا لكم اني كان ندوز بخط اللي هو خفيف ما كان بغيش نتراسي بالقلم بزاف لان هذا فقط نموذج اولي ربما نبغي نغير او ربما نغلط حتى نتأكد من الشكل اللي انا بغيت نحصل عليه عاد كان ولي ندوز بقلم الرصاص من زيان صراحة اخوات هذا الفيديو هذا دلت ليه المونتج عدة مرات بحيث حيت ليه او لا حدفت ليه الصوت الاصلي للفيديو لانا مليكنت كنصوره كنت نسيت انني كنصور الفيديو كان بقا نرسم بدون ما نشرح ويكون الفيديو كامل صامت فكان اعتقد انه بهذه الطريقة ربما الاخوات ما ديش توصلهم الفكرة بشكل صحيح ولو انه العديد من المتتبئات كيتشكوا مني الكثرة الحديث في الفيديوهات لكن كان اعتذر منكم ما كان عرفش نهائيا نزل الفيديو بلا ما يكون فيه الصوت او ليكون الفيديو صامت لانا كنظن ان بهذه الطريقة الاخوات ما كيستفدوش اعتدر منكم مرة اخرى اخوات والين زائجات يريد انها تنقص الصوت ديال الفيديو وكنتمنى لها فرجة ممتعة اذا كما كتلاحظو انا ما زال غادي نضيف عريشات غادي نضيف ايضا خطوط في النهاية ديال الوريدة اللي غا يكونوا على شكل كما قلت لكم باقة ديال الظهور وغادي نضيف حتى عريشات في الوريدة الفوقانية باش ما تكونش عندي الرشما كتنساهي فقط بوردة لانه كما قلت لكم الاخوات اللي غادي يبغيوا يطبقوها مثلا في القفطان في الراس ديال الكتف كيكون عندنا القياس الصغير اني كنحتاجو انه تكون عندنا الرشما من الفوق شوية رقيقة باش لاحطيناها في البداية ديال الكتف ديال القفطان كتجينا قد القياس اللي عندنا اذا حاببتي باش ما نطولش عليكم انا غادي نستمر في الرسمة ديالي بنفس الطريقة كما كتلاحظو ما زال غادي نشارك معاكم نموذج اخر لكن غادي نحاول اني نرسمه بسرعة باش هكما ما يكونش الفيديو طويل غادي نشارك معاكم فقط واحد الطريقة او لا واحد الفكرة بالنسبة الاخوات المبتدئات قبل ما يبداو الخدمة ديالهم على التوب شنو هي الطريقة اللي ممكن انهم يستعملوا الى الورق باش ملي يبداو الخدمة ديالهم تكون كل حاجة عندهم واضحة وكل رشما عندهم في رشما ديالهم يكونوا عارفين باش غادي يخدموها واللول اللي غادي يخدموها بي كنتمنى لكم فرجة ممتعة ما زال غادي نكمل معاكم الفيديو خليكم معايا حتى للنهاية اشتركوا في القناة اذا حبيباتي كيف فقط لاحظوا معايا نحاول نرسم نموذج مغاير للرشما اللي خدمت معاكم انطلاقا من هذوك الوردات اللي رسمنا معا بعد فقط حاولت ان نحط الوردات ديال يكونوا قرب من بعضياتهم استعملت عريشات باشكال اخرى او لاشكال مغاير على الرشما اللي خدمنا معا بعد ايضا حاولت نوضف وريقات بشكل مغاير هذا فقط اخوات باش نوضح لكم انه ممكن من خلال الرسما اللي هي صغيرة نبتكر عدة رشمات نصمم عدة رشمات على حسب الشكل اللي انا بغيت وايضا على حسب القطعة اللي بغيت نطبق فيها هذا الرشما كنتمنى اخوات انتوما بدوركم تجربوا هات التقنية وتحاولوا انكم ترسموا نماذج مختلفة للرشمات يريد تشاركوا معايا الاشكال اللي تطبقتوا ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا مع بعض عدة رشمات بتقنيات اخرى ما زال اخوات غادي نكمل معاكم الفيديو غادي نكمل الرسم ديال الرشما ديالي كاملة ان شاء الله نتمنى انكم تستفدوا وينالوا اعجابكم هات نماذج اذا حبيباتي كما تلاحظوا معي انطلاقا من وردة اللي هي صغيرة قدرس اني ينشكل رشمة كبيرة حاولت اني نخدم لكم جد النماذج وطبيعة الحال راه ممكن انا نخدمه ما لا نهاية له من الرشمات منطلاقا من شكل اللي هو صغير وبسيط نقدر نخدم رشمات ديال القفطان اللي يكون كامل عامار ديال السلطة طويلة واي رشمة انا بغيت نخدمها ممكن فقط برشمة صغيرة نخدم اي نموذج بغيت نتمنى ان شاء الله حبيباتي النماذج اللي خدمت معكم اليوم يكونوا نالوا اعجابكم هذو كاف افكار بسيطة اللي تقدروا انكم تخدموهم سواء في جلبة او لقفطان كنظن انه حاليا ما بقى لكمش نهائيا اي حجة خصوصا واننا في الحجر الصحي فتقدروا انكم ترسموا الرشمات ديالكم بدون الاتماد لا للفوتوكوبي او لا الرشمة اللي تخدم لكم فقط في المنازل ديالكم في البيوت ديالكم تقدروا ترسمو اي رشمة بغيته كما كتلاحظوا اخوات وهذه النصيحة بالخصوص للاخوات المبتدئات من اللي تكون عندكم شرشمال اللي تخدموها اول مرة ما عندكم اي طبيق ديالها وستستعملوا فيها الالوان كنصحكم انكم تطبقوا الالوان ديالكم على الورق في البداية باش من اللي تكونوا كتخدموه كتسهل لكم المأمورية وكتكون طريقة ديال الخدمة سهلة وكيكون واضح لكم كل لون فين غادي تخدموه نتمنى حبيبتي ان النماليج اللي خدمت لكم اليوم يكونوا نالوا اعجابكم ان شاء الله ما زال غادي نشارك معكم افكار اخرى تقنيات اخرى ونحاول ما امكن ان ينقلمكم الطريقة اللي تقدروا ترسموا بها ان شاء الله الرشمات ديالكم بنفسكم بدون الاتماد على اي شخص شكرا لكم حبيبتي على المتابعة شكرا لكم على الدعم والتشجيع فضلا وليس امر اللاجبكم الفيديو ما تنسوش ضغطوا على زر الاعجاب ولكنتوا اول مرة تشاهدوا القناة مرحبا بكم ضغطوا على زر الشراك الموجود اسفل الفيديو باللول احمر اشتراك سبسكرايب ابوني وكذلك افعلوا الجرس بش يوصلكم اشعار بكل جديد ان شاء الله الرشمات سنخليهم لكم في المنتدى وكذلك في صندوق الوصف كنتمنى انكم تستفدوا منهم شكرا لكم مرة اخرى السلام عليكم